انا بقول لكل واحد يشاهد برنامج اني قريب او اي برنامج ليه اظهر فيه عبر فضائية النهار او عبر السوشيال ميديا بالله عليك اوصيك والله عليك شاهد وكل من يراني شاهد لو دخلت الجنة وما لقيتنيش اشفع ليه عند ربي قلوا رب في واحد اسمه محمد او بكر انت اعلم به ذكرنا بك مرة دلنا عليك مرة قرأ على بسامعنا قول من اياتك ومن كتابك مرة ذكرنا بحبيبك صلى الله عليه وسلم وبسيرته مرة لكن يا ترى الصاحب بقى لما يبقى قريب من صاحبه والعلاقة تتوتط تبقى المشاعر عاملة ازاي المشاعر مهما احكيها لك مش عارفه اوصفها الا كما قالوا بالمثال يتضح المقال تعالوا نشوف الحرص على الصاحب وان انت بتسمحش الحد في الدنيا مهما كانت منزلته ايزعله ايوا انت سمعني صح صاحبك اللي انت هتخش بلي الجنة ركز علشان كلامي يبقى مفهوم ويبقى في نصابي الصحيح الصاحبك اللي على الاهوة اللي بيقتل وقتك ولا صاحبك اللي في طريق الضلال اللي بيغيب عقلك ولا صاحبك اللي ماشي على هواك وما بيقولكش حرام ولا لا ولا اتقل لا لا صاحبك اللي بيذكرك بالله اللي بياخد بايدك علشان تنجو صاحبك اللي بيشتت نفسه فيك علشان يجمعك اللي بيضر نفسه علشان ينفعك صاحبك اللي بيجعل ارضه فداء لأرضك ونفسه فرداء لنفسك هو ده الصاحب اللي بتكلم عنه بقى ده اللي ما تسمحش الحد في الدنيا يزعله مع مكان قدره حصلت مشكلة صغيرة جدا 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 بين سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وبشهادة سيدنا ابو بكر وباعتراف سيدنا ابو بكر انه قال كلاما اغضب سيدنا عمر يبقى لحد الوقت مين اللي عليه الحق سيدنا ابو بكر ومن له الحق سيدنا عمر لكن سرعان ما استدرج الامر سيدنا ابو بكر وتنبى واعتذر للفاروق الذي لم يقبل العسر سيدنا عمر رحله سيدنا ابو بكر واعتذله وطيب خاطره لكن سيدنا عمر كان زعلان شويتين فما قابلش العسر وانصرف الطرفان وذهب عمر ثم ندم عمر وذهب يبحث عن ابي بكر قعد كده مع نفسه قال ايه اللي حصل الخلاف ما كانش يستحق وحتى لو زعلاني مهر الراجل جاء اعتذر لي والوضع ما كانش يعني استدعي ده كله فراح يدور على سيدنا ابو بكر علشان يلم الموضوع زي ما يقول فراح لقى سيدنا ابو بكر قاعد عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فقاعد سيدنا عمر عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خاف سيدنا ابو بكر ان سيدنا عمر يظن انه تحدث مع النبي فيتكلم للنبي عليه الصلاة والسلام بالموضوع علشان النبي ما يزعلش فبدأ سيدنا ابو بكر بالكلام وبدأ يهيئ ويتحدث قدام النبي صلى الله عليه وسلم ويعترف انه هو الذي اغضب عمر صلته على الحبيب يعني سيدنا ابو بكر بيقول لي سيدنا النبي انا اللي زعلته وانا اللي جيت عليه وانا اللي قلت له كلام يعني لدركته ان سيدنا ابو بكر قال كما في نص الحديث والله يا رسول الله لانا كنت اظلم انا اللي كنت يعني اشد وانا اللي علي الحق هنا النبي عليه الصلاة والسلام سمع الموضوع كله وسمع ان الصديق اعتذر للفاروق فلم يقبل الفاروق العزر فشوف غيرة الصاحب على صاحبه وشوف حب الصاحب لصاحبه وشوف النظرة العالية للمشاعر للصاحب للصاحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول للجميع هل انتم تاركون لي صاحبي هل انتم تاركون لي صاحبي اني قلت يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدق يا ترى الحب ده جبنين ويا ترى المشاعر دي وصلت بالطريقة دي لسيدنا النبي ازاي دونا عن الصحابة كلها